مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي فانه ها ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال ثلاث اشياء تجعل مربي الارانب المبتدئ يمن من تربية الارانب يعني في الحقيقة هذة ثلاث اشياء ممكن انها تثقل الكاهد ديال المربي ندولتها لكم في ثلاثة ديال النقاط النقطة الاولى وهو التنظيف نحن موحد يدير التربية الارضية يعني يبقى يوميا ينوض ويمشي ينظف عليهم اسبوع الاول اسبوع الثاني مهم الشهر الاول قاع يبقى صابق ولكن من بعد اسمو يوقع له يبقى يمل يبقى يقول وشانا غدي مقايوميا غدي مقى نظف عليهم بهذه الطريقة هذة يعني تشطافوا يعني ذاك الفزيق ديالهم اعزكم الله يعني في حقيقة مع المدة احنا مشي كان نظروا على النهار الولونا الثاني مع المدة كيكراه احنا كنقوله بالعربية كيكراه عليك كيكون باقي الانتاج مكينش كيكون هو باقي عاد مربي عاد جديد كيكون الانتاج مكينش مهم كيبدا كيطلقه احنا كنقوله بالعربية بداريجة كيبدا يطلع له الخز انا كنبغين نهضر معا في القناة ديالي كنبغين نهضر معاكم يعني خلينا من الكلام منمو بالصح ان المربي كيطلع له الخز ما كيبقاش بغي يكمل علاش لانا كيقول وشانا يا هادا هادا الانتاج مكينش باقي عاد بادي وكيبقى يقول ونا يا هادا التماري قعلي كنضرب وش كينا شي فائدة ولا ما كينا شي فائدة اذا كنقول للناس بكراه كينا الفائدة المربي يصبر على الاقل خصو يصبر واحد العامة يعني سانا كلها وهو كي نظف واحد طريقة يومية مش يقع يوميا يامون قولو نهار اان هالله ولكن الحل دير هذه النقطة هادي ندكور كل نقطة هنا ندكور الحل دياله الحل وهو دير الكيجان الكيجان يعني اسهل طريقة للتربية حدا بانتما كي ما كتشوفوا هادا كاج واسمو اشنو فيه فيه ميكا من التحتاي ميكا ضربة يعني شد عليه كله بما فيها الولادات رغم الولادات انا ضربة تلجية الولادات هايا كلها تجيها فيها ميكا وفالاخر اسمو كالقاو كالقاو فوق بواحد راهو عامتما عزائي المشاهدين كتلقات فوق بواحدة اسمو كي وقع فيها هانتما انا غنوريكم كيفاش كيكون هنا بانيو لتحت بانيو واحد كي جمع فيها تخيلوا انني ما كان نضفش من بعد اسبوع اسبوع ما كان نشوفش فيه التنظيف هانتما اشنو كندير دير شطابة هنا ثم يلك اتبع لكم هنا هنا صافي كندير هاد العملية بس ميباس هاطة مشي كان شطاب عليهم هانتما كندير هكا كندفع هاد الشي للثقب هانتما هانتما بها الطريقة انتما إلا كتبع لكم شطابة راكا تحرك وكتدفعي في الثقب وادك التقب كي طيح فين ذاك البانيو هادك البانيو وسبوع كامن بحرية الله كي كيتجمع هانتما انتا شطابة لصق فيها هاد العمود هانتما بطريقة هوا عمود كنشدو من هنا هاي شطابة راها غادية 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 راها وكتجمع هادك شي كترميه فاش ذاك البانيو اللي مديول هادك البانيو ما كيتجمعش فيه الفزق بزاك كيتجمع فيه غي هاده هاده الفضالات صاف هادي دفع هاني نظفت يعني صاف هاني سهليت اما التربية الارضية اخواني غادي غادي انا راني جربتها في البداية ديالي جربتها غادي 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 يعني تملو من تنظيف ذا هادي كنقطة اولية النقطة الثانية وهو شراء العلف شحن المواحد كيكون في الول يعني ما ما فاهمش اشنا هو تربية الان يعني كيبقى يعطيهم كميات بزاف يعني كيبقى يعطيهم كميات بزاف سمو كيوقعلو 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 ان العلف كيبقى يسهللو ضغياء كيبقى يقول واه الاناني بكي ياكلو بزاف خصوصا الرومة الروميين كيياكلو يعني خاص خاص بعدها واحد ميتين قرام الارنب الواحي هذا تبارك الله هوا بببيون هرا كيياكل تقريبا ميات قرام في الوجبة ميات قرام في الوجبة تبارك الله ولكن كنساعد كنساعد مثلا بهد الخبز الجاف مثلا هوا خبز الجاف كنقضعو له هكا بهد المواصلويات هكا وكنعطيه له كعشوية تقلطهم مع شوية دير الفصة تفرتيت دير الفصة هكا بيكوتى الفصة غيح الالاني بالرومية حاولوا انكم ما سعطيهم ش يعني الاشياء الخضراء اما البلدية اعطيهم الاشياء الخضراء اعطيهم القصور اعطيهم تبارك الله هادو كيعيشون مزيان يعني اللي يعطيسهم لهم كي ياكلوه هادو ما باش عاشو جدود لم يكنوش كيعرفو هاد اراني بقالي جاي من اوروبا هادو راها مهجانة جاي من اوروبا ما كانش في في تربية دي الالالاب لم يكنوش كيعرفو اسموه اشنا هو يعني الارنب الرومي اذا حاولوا انكم منين تشريو العلف ما تشريوش اولا بالكيلو اللي كيتاح غاري الشريو وخنشة وحاطوها خنشة قدير تسعين درهم 80 درهم ما بين 85 درهم 90 درهم حتى 95 درهم والخبز ديال الضار ما ترميه وش خليه هاد هاد الخبز هادا ونرضوها كطريفات هكا بأي طريقة كاين اللي قردوه بمهراز كاين اللي ديرو فخنشا وضربوه بوحد العصية كاين اللي كنا نستعمل مقص مقص ديالالاشجار وكان قطع بيها الكمية هكا بحال هكا ونخليها صافي وكان ننضيب باني شوية يعني بالسيكاليم مره مره باش ماشي تبقوا غي تشريو خنشا ديال السيكاليم او الناس قاعد اللي اللي كيتغلبوه نيشان وهم هادوك الناس اللي كيمشوا كيديرو السيكاليم فقط وكيبقوا شريو بالكيلو فيما كيتشريو مثلا 4 كيلو 5 كيلو قطع لهم بربعة درهم ونس وكيلي كيبيعوتها الخمسة درهم يعني عشرين درهم ما راما كادما كتضرب لكوالو يعني يمشي تشريو عشرين درهم ومن نكا تكملون ماشي يشريو عشرين دلم واحد اخر في حين ان يلمشيته الشريطه خنشك يطح بقى بسة وسبعين ريال تقريبا تلتة درهمونس ما كاملاش تلتة درهمونس ساو سبعين ريال قل من ثلتة درهمونس اني رك تربعو تقريبا واحد درهم وعشرين ولا في الكيلو درهم في الكيلو رعما سهلاش الناس اللي كيعرفوا القيمة دياليك الدرهم شنو هي 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 على الدوام ماشي على اللي يربح الدرهم واحد اللي رعا على الدوام والكيمية ميكت شري خمسة وعشرين كيلو راكت ربح فيها بزر ها خمسة وعشرين درهم شايطة هذي غيلا ربح سي درهم في الكيلو راكت ربح سي خمسة وعشرين درهم شايطة وعلى الدوام را المربرة كيمل كيبقى يقولوا الوشي انا امقا غيرين صرف عليهم لا اسمو اش اش اتديرو الحل ديالياتشي الخبز جاف هاو الفصة هاي الفصة راكتدير بالا كبيرة يعني هاد البانيو ممكن تكون منه واحد انا راني غير كالحيد وكان حط بالطرف بالطرف هاد البانيو ممكن انه يكون منه واحد عشرات المرات اولا 12 مره تخيلوا انه تشريه بخمسة وسبعين درهم خمسة وسبعين درهم وكيناديها سبعين درهم هذه الفصة الممتازة كيديها خمسة وسبعين درهم يعني بالا را ممكن ضرب لكم واحد لتشهر ولا اربعة شهر اللي عنده قاطع صغير اذا هذي نقطة ثانية نقطة ثالثة وهو ان المربي كيمشي كيشري كمية كيكون بقي ما فاهمش اشنا هي التربية الانانب وكيشري كيبدأ كيبدأ بكمية كبيرة اشنو كيديرو اشنو كيقعلو كيبقا يقعلو اه يلمشتا مكاش محسن وما فاهمش الطريقة دي التحصين ويعني غي كيبدأ بيموتولو الصافي كيقول اذا المشروع هذا غي الناس غي كيك ما فيه لا يربح له ولو هذا المشروع راه يعني الناس معرف هو ما فاهمش كيفاش الناس كيصدقو لهم كيقولك انا بعدما كيصدقو ليش ورا ماشي انتالي ما كيصدقو لكش راك نتايا بديتيب عدد كبير ديال ديال الامهات كي مباشرة كيبشرين للسوق وıقولك انا غنشوري واحد وعشرة الامهات وووووووووات وثلوة الدكور كي بداي يخلطهم كيبداو يموتولو الدكور لانا كيخلط ặcقر مع دكر ينوض اصباح كييéricaوا واحد مئة كيبول اللاره هذا الشيء ما ما اخدامش وكي متوليه ماา ما طبي الآن اني من اخ منها عفوان على هذه لانا هذه الكلمة нутسمعتها يعني سمعتها من الناس وبغيت نوظفها بالاني باش باش� الناس كيفاش كيفكروا يعني ما تقولوش على التربية الالانيب راها ما بزياناش لا التربية الالانيب الخاص صغير في اللوغل تشري عدد صغير يعني ممكن انك شي جوج متوسدك لا غير وتدير اقفاص حال هكا واحد الفيديو رني دينو دي القفاص اقتصادي دخلو القناة ديالي راه واحد فيديو رائع يعني يعني ممكن انكم ديرو غيب يعني الاقفاص ديالت اللاجة القرياج ديالت اللاجة كتصوبوا بهم اه ومرخاصين في التامة كتصوبوا بهم قفاص قصيصادي ما تحكم سب خمسين درهم يعني هذي كبداية منين تشوفوا الارنب قدامكم وكتقالبوه يوميا وكتشوفو كيفاش كيتتعامل كيفاش كي كيفاش كي نوض كيفاش كي الولادة ديالو هذوك الصغار كيفاش تتعاملوا معاهم ما لابد ما غريت تعلموا انا هذي راه بتجريبة اللاجة حموعد كيكون ما عندوش جريبة وكيقول لا انا ما ما غريت ما نفهموش لا كين المواضيع مش يغلق قناة ديالي قناة ديالي راني دا كفية تقريبا جميع المواضيع اللي خاصة خاصة بتربية الارنب ممكن تبحثو في قناوات خرين ممكن تبحثو في سيتات خرين المهم انكم يكون عندكم واحد دراية بالموضوعات تبقاو ممكن انكم هذوك الارانيب تخليوا منهم وعلش ان احنا كنقولوا تربية الارانيب يعني خصك على الاقل تكون عندك واحد الخبرة ديال سانة او سانتين لان بحالكة كين الناس اللي كيكونوا هذوك الارانيب ما كيبيعوش منهم هذوك منهم كيخصلوا منهم عاوي بس مو كيوقع انه ما كيدخلوش الامرات بعدها من 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 السوق ما كي مشي مشي بقاو غيش ريو من من جوي اخرين الا كيبقاو هذوك الارانيب هو ما نيس كي ما كي يديرو كيخصلوا مننه يعني مني كيكبرو كيزاوجوهم وكي خيخش تذيه وبحث يعني ماشي مشي نكولونكم الزوجهم يعني الزواج ديال الاخوة لا كيكونوا عندكم واحد الجوج ki نتوات وكتخليوا الالالالال لالالن يعني الالالال يعني الالالالل يعني كل نتوة مت متزوجوش الاخوة ديالها لا, من نتوى لنتوة تكونوا عاقلين و these things بتسجيلات وتحصينات. مع المداركم غتتعلمو غتتعلمو غتتصبرو ارا غادي تعلمو. الى الى كملتو في يعني في المشروع. اما الناس اللي كي يقول لك الله هذا شي ما كيدخلش. الا ارا كيدخلو كين ربح. ولا صبرتي. ارا كين واحد الربح هو وافير ان شاء الله. اللي ممكن انه مع المدة اي اي يولي يعني عندك اكتفاء ذاتي من اللحن في المنزل ديالك. ممكن انك مع المدة تبقى تربح. يعني وتوفرش شوية ديال الفلوس. خس في الطريقة كيفاش تتعامل مع الاناني براهم تبارك الله فيهم فيهم المدخول و يعني غي ما تملوش. غي الملل الموضوع ديال الحلقة هاد الحلقة هاده هو الملل. ما يخسش المربي يمل. الى مل من من المشروع صافي. غد يرجع في نصف ديالطريق. هو لا. يلفتو غين نصف. يعني كين واحد البانضة. هاي غادي بانضة بانضة. يلفتو فيها النص. كي يولي تربية ديالاني بساهلة. يلا تراجعتو قبل من النص يعني في الرباع ولفتو لوت. وقلتو صافي اللا. اناني بما كيدخلوش. صافي. يعني اه بحقيقة ما غاديش تكملو مشروع انا دي بتجريبة. اني كانت صادف الناس كي يقولك انت كيفاش كدير كيفاش كدير. انا لا ماشي عندي شي 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 مخذيال شي عالم لا. عندي غي الصبر. كان صبر وكان النوض بخدم. يعني حال هاد الميكة مني مني غاديش تبغي تديرها رخص كيفاش تفيكسيها. حال هاد الميكة هادي. إلا بغيت تفيكسيها رماشي ساهلة. إلا بغيت تشري اقفاص. وتصوبهم. يعني بالقرياج دير تلاجة رماشي ساهل. أي حاجة ماشي ساهلة. انتما هذا هذا هو القافص دير تلاجة. كيكون هاته كيكون مغلف. انتما كيفاش كيكون مغلف بالبلاسي. والثامن ديالهم هادوك القرياجة سراخيص. غي خصكم تنوضو تشريو السلك. لقاط والبانس. وتبقوا تلاقيهم. وتسوفوا المقاييس. وتسوفوا البلاسة الولادة كيفاش تديرو لها. بدك إمكانيات اللي عندكم. أي حاجة عندكم فضل ممكن تخدموها. لقاط موس مقص ميكة. ممكن ما تشريوش. الناس لي ما عندنش إمكانيات. أي ميكة. أنا عندي بحال هاد القافص هادا لاحظوا أن هاد الجهة هاوية فيها بارش هايا. بارش هادا مشري. فونوكازيو ماشي شريته جديد. فيه واحد ثقب تماما ماشي مشكل. والباقي شنوراني ديري. كواش. كواش لي كيكونوا ضايعين. ماشي ترميوهم. لا. التحجمكات المتابعتم هادو هدو غية اغطية هادو هندوne هادو مشوفوه. هادا غيكا بناموذج عندي عندك بلاي سخولين دير فيه هادا دي كرة AG كاشة هيع كاشة هيا كاشة. هادو مرفوق ممكن تديرها هانتم هايا هادو هاي هادي ع 소دي كوب مخيط باخ من أغطية خمسين درهم لله ميتر كاري. من الان فاعري بطبيعة الحال. إنا في جديد رهار خيط رهارها غالية بولا انتماء اسلاك انا عندي بلاي صخورين كندير فيهم هاد التربية هادي دير معانا صخورين وشارك معانا صخورين ودير اه التربية دي الدجاج البلدي دير اه تباق الله السمان اه الدجاج الرومي الفلالس ولكن انا كان اضلكم على ديمة على التربية دي الالاني بل انها سهلة ما فيهاش تمارا في الحقيقة الى المربي كما قلت لكم هاديك البانضة دي العمر دي التربية الاني بقدر يتجاوز النصف دياله كونو مسأكدين انه غادي يزيد القدام وغادي يكون عنده اه مدخول من هاد الاناني راهم سهلين في التربية ما فيهم الصداع لاحظوا انك كتسمعوا واحد اسوات دي الدجاج البلدي كتسمعوا واحد تكسيك هادا راه راه هنا يعني السمان انتم اللي بغيتوا تشوفوه انتم هادا راه سلمان ما تباك الله تاورها في في المدخول دياله بوحده انتم ما هادا كيبه لكم مهم ما تملوش يعني اي حاجة ديروها خاسكم كيبه لكم واحد البانضة بانضة خاسكم تفوتو فيها النص ايلا فتو فيها النص ايلا واحد شاريق شاريق ديال العمر ديال تربية ديال اي حيوان ايلا صبرتو فتو فيها النص اسم هو المعنى ديال فتو فيها النص وهو انكم اه كتسبتو خبرة وصبرتو يعني العمل تنظيف يعني باش ما يجي يقومش شي شي امراض اه البحث بحثو في في سولو ناس اللي كعرفو في هذا الميدان اي معلومة دخلوها لراسكم وحفظوها وطبقوها يعني على على بشكل يومي هاد الشي هاد التربية دي را ماشي مديورة غير الهوات ولكن را مديورة المحتارفين اه الحلقة ديالنا هي هادي ناصيحة يعني تابروا ويعني ديروا مثل هاد المشاريع راها كانتدخل ماشي نحنا كان نخبيو على اخوتنا اللا كيما كان بغيروا الخير راسنا كان بغيروا للناس كان ينمدخول الحمد لله باش الاسر الفقيرة تيت تستفد من هاد 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 المشاريع اذا الحلقة ديالنا راسالات تكيوا لازير جان باش تساندونا تكيوا لازير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة